دكتور محمد عبداللطيف عمل اجتماع الاجتماع ده المفروض انه هيبقى متكرر مع المختصين من كل الادارات والمدريات التعليمية والقطاعات قبل ما تبدأ الاستعدادات للعام الدراسي الجديد طبعا يعني من دلوقتي ومن بعد امتحانات السنوية العامة ما تخلص بيقى فيه استعدادات للسنة الجديدة لكن الحياة منظومة التعليمية احنا بنعامي منها وعندنا فيها مشاكل يعني لا حصر لها ومن حكومة لحكومة ومن وزير لوزير كل واحد بيجي بأفكار وفيه اللي بيروح هادد اللي عمله واللي قبله ويبتدي من اول وجديد ودايما اللي بيدفع التمن والضحية بيبقوا الطلبة يعني سواء في أفكار بقى في المناهج التعليمية يلا نعمل تابلت لا هنلغي التابلت لامتحان هيبقى إلكتروني لا مش هيبقى إلكتروني احنا بنعمل كذا عشان نحل مشاكل المناهج الطلبة ما بتروحش للمدرسة مشاكل كتير جدا فدكتور محمد عبداللطيف بيقول احنا قدامنا أربع تحديات أو مشاكل مفروض اننا بنشتغل عليهم قبل العام الدراسة الجديد ما يبتدي هي منها المناهج التعليمية منها الكسافات العالية في الفصول انا معرفش ده ممكن يتحل ازاي لكن المفروض ان الوزارة او دكتور محمد لطيف يكون عنده خطط كده لحل الأزمة دي نقص في المعلمين وانا المفروض ان انا ما جيبش سيرة كلمة نقص في المعلمين احنا عندنا كتير جدا من خارجين كليات الترباة في كل التخصصات قاعدين في البيت بيقدموا بس في المسابقات نفسهم جدا انهم يشتغلوا في نفس الوقت المدارس فيها عجز وفيها نقص في المدرسين مدرسين بقى فين؟ مدرسين قاعدة في البيت بتقدم والمدارس فيها عجز فانا معرفش الفجوة دي ممكن تتحل ازاي لكن ده تحدي كبير المفروض ان انا احلها واشوف الفجوة دي منين واتعامل معاها ننتظر ونأمل في الحكومة الجديدة يكون في حلول لكل معاناة الطلبة على مر السنين اللي فاتت وكل المسؤولين اللي عدوا علينا قبل